الآن اعتمرت عن نفسك والحمد لله ماذا تصنع؟ بعض الناس يقول لك تخرج للتنعيم تعتمر عمرة ثانية لا تطوف كل ما تجد فراغ قوة نشاط تطوف حول البيت لا تخرج للتنعيم لعمرة ثانية لا تخرج للتنعيم لتفعل عمرة ثانية يجب أن تأخذ الممكن لتفعل طوف إلا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يستثني حالة واحدة واحدة تطوف من الشيخ عثيمين يقول أن هذا لا يستطيع أن يأتي إلى المكة مرة أخرى لأنه جاء مثلا من أوروبا نعم ويريد يعتمر عن أمه ماتت ولم تعتمر يقول في هذه الحالة يصح أن يخرج إلى أدنى الحل التنعيمة وغيره يحرم ويأتي بعمرة واحدة أما أنه في كل يوم يذهب ويعتمر ويرجع هذا لم يرج عن السلف والله أعلم أما أن يذهب ويجب أن يخرج كل يوم لتفعل عمرة أخرى هذا ليس كذلك من الولايات المتحدة